وبعد ما المباراة تنتهي أقول لك نتائج المصريين النهاردة في منافسات أولمبياد باريس إيه اللي حصلت تعال أقول لك ملك توفيق تاني أصغر لعبة في البعثة المصرية 16 عام ودعت منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة بعدما جمعت 193.75 نقطة بعد احتلالها المركز السامن والعشرين وقبل الأخير في الدور التمهيدي ومنتخب مصر لتنس الطولة سيدات ودع المنافسات بعد الخسارة من منتخب الصين بنتيجة 3 لشيء في دور الستاشر منتخب مصر لتنس الطولة رجال ودع المنافسات بعد الخسارة أمام منتخب الصيف تيوي بنتيجة 3-2 في دور الستاشر وخلود منسي أنهت مشاركته في السباقين السابع والسامن بتصفيات القارب الشراعية في المركزين الـ 36 والاربعين على الترتيب من أصل 43 مشارك علي بداوي أنهى مشاركته في السباقين السابع والسامن بتصفيات القارب الشراعية في المركزين الـ 29 والـ 38 على الترتيب من أصل 32 مشارك في السباق السابق و42 مشارك في السباق الثامن عبداللطيف منيع لاعب المسارع الرومانية ضمن المشاركة في ترضية وزن 130 كيلو جرام بعد خسارته في الدور الربع النهائي أمام تشيلي ياسميني الذي صعد إلى النهائي حيث سألعب منيع مع البلغاري كلير ملينوف ميلوف في مباراة الترضية وفي حالة فوزه سيتأهل خود مباراة الميدالية البرونزية أمام منخ لانجزا مؤمن ربيع لاعب المسارع الرومانية ضمن المشاركة في مباراة ترضية وزن 60 كيلو جرام بعد خسارته بنتيجة 6-2 أمام الصيني كاو ليجو الذي تأهل إلى النهائي حيث سألعب مؤمن في مباراة الترضية مع الفنزولي ريبيجوزي وفي حالة فوز مؤمن سيتأهل خود مباراة الميدالية البرونزية أمام الكوري الشمالي ريسي وينغ منتخب مصر السباحة التوقعية يحقق 242.7651 نقطة ويحتل المركز التاسع في منافسات الروتين التقني